التقى عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح عبد الرزاق الهجري ورئيس إصلاح عدن إنصاف مايو ونائب رئيس الدائرات الإعلامية للإصلاح عدنان العديني التقوا بالسفير الجيبوتي ضياء الدين بامخرمة في العاصمة السعودي رياض وشدد اللقاء على ضرورة تنسيق الدولتين لحماية أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب والملاحة البحرية وجددت القيادة الإصلاحية دعمها للجهود الأممية في دعم عملية السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمتها مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة وأكدت على أهمية إنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يتجرع شتى صنوف العذاب منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة أواخر العام 2014 من جانبه عبر السفير الجيبوتي عن دعمه لجهود إحلال السلام في اليمن وكذا تنفيذ اتفاق رياض مؤكدا حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن جيبوتي ترجمة نانسي قنقر